بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبدأ الحصة الخامسة من الدرس الخامس والأخير The Second Law of Thermodynamics and Entropy كما قلنا المرة الماضي تحدثنا على el-Kernet Cycle فقط هنا أعطينا ليه لمحة بما أنه يتكون من Two Adiabatic Process and Two Isothermal Process فقط هنا للتذكير بما أنه كلمة Adiabatic Process يعني No Heat Transfer وهذا يعني Q يسوي 0 كلمة Isothermal Process يعني ثبوت درجة الحرارة فهنا زي ما نشوف الرسمة هنا اللي PV Diagram راح نشوف أنه هنا يتكون من Isotherm يعني ثبوت درجة الحرارة وهنا أيضا CD ثبوت درجة الحرارة وأيضا هنا عندي Two Adiabatic هذا الأول From B to C and From D to A هنا فقط للإشارة أنه يستغل بين Two Isotherm فهذا يعني أنه درس حرارة TH أو TH ثبوت يعني هي درس حرارة AseSource or Sync يعني هنا درس حرارة طبيعي Source مصدر الحرارة وهنا TC or Tcold وهي هنا يعني لإش TC أو Tcold أو Tlow درس حرارة Ase درس حرارة Sink فهنا لو مرنا للرسمة حق الصفحة الثانية راح نشوف هنا بالنقطة واحد إلى النقطة الثنين زي ما قلنا هنا Isothermall مع ثبوت درس الحرارة TH تساوي T1 تساوي T2 ليش؟ لأننا تحدثنا ثبوت درس الحرارة من الواحد إلى الثنين أيش يحدث؟ بما أنه هنا السايكل حقتنا ملامس للريزيرفور فرح يطلقى طاقة حرارية تدخل للسystem من 2 إلى 3 لدينا هنا H Process Adiabetic فرح نشوف نزول درس الحرارة من TH إلى H إلى Tlow أو T3 T3 اللي هي أيضا بما أنه Isothermall Process يعني تساوي T4 فرح نشوف هنا TL تساوي T3 T4 وTH تساوي T1 T2 من T3 إلى T4 يلامس هنا System يلامس H أو Sink أو المصدر اللي راح يمتص الحرارة فرح نشوف هنا أن الطاقة الحرارية تخرج من النظام إلى Sink أو البئر للطاقة الحرارية أخيرا من النقطة 4 إلى النقطة 1 عندي Adiabetic Process فقط هنا للإشارة لو بغيت نحكي على الضغط ما بين النقاط الأربعة إيش رح نشوف؟ رح نشوف أنه من واحد إلى ثنين أو الضغط من واحد إلى ثنين إيش حدث؟ حدث أنه انقص من ثنين إلى ثلاثة من ثنين إلى ثلاثة الضغط إيش وقعله؟ الضغط إنه أيضا انقص من ثلاثة إلى أربعة الضغط إيش وقعله؟ زاد من أربعة إلى واحد الضغط إيش وقعله؟ طبيعي جداً زاد فهنا بروسس واحد اثنين واثنين ثلاثة نقد نقول أنه في هنا إيش؟ expansion أو تمدد ثلاثة أربعة وأربعة واحد الضغط زاد فهذا يعني لإيش يعني له أنه في انضغاط أو compression راح نشوف الشرح هذا أيضاً بالنسبة للكرنو سيكل هنا زي ما مكتوب عنا بروسس ما وان تو وزي ما تم ذكره بما أنه الاسمبلي أو السيستم حقتنا يلامس إيش الريزيرفور اللي درس حرارته مرتفعة فهنا الغاز أو السيستم إيش يقعله؟ يقعله تمدد مع ثبوت درس الحرارة زي ما شفنا في الرسمة وهنا أيضاً يتلقى heat من الريزيرفور أو من الحرارة المرتفعة بروسس 2-3 زي ما قلنا يعني هنا إيش؟ ملامس أو أصبح ملامس لمكان معزول فهنا عندي بروسس يعني ما في انتقال للحرارة وأيضاً شفنا أنه في expansion يعني إيش؟ يعني أن البريسر ضغط وتتحول درس الحرارة من إيش من T1 إلى إيش T3 زي ما قلنا T1 تسوي إيش تسوي تي تو وأيضاً تسوي إيش تسوي تي أتش وزي ما قلنا T3 تسوي تي فور وأيضاً تسوي تي ألا فهنا نزول درس الحرارة مع نزول الضغط بروسس 3-4 زي ما قلنا compressive adiabatic يعني إن ضغط مع ثبوت أو no heat transfer إلى وصول الدرس الحرارة الأولى أو المرتفعة حق الريزيروار هنا نكون خلصت المحاضرة فقد تبغيت نسألكم سؤال هنا كم من ريزيروار استغلنا في كارنت سيكل؟ هل في two sources؟ أو source and sink؟ أو sink sink؟ أو غير هذا؟ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة